محافظات عدة شهدت تراجعا ملحوظا في الزراعة واختفاء عدد كبير من المحاصيل التي كانت تزرع فيها بسبب الاستهداف الممنهج لها من قبل الميليشيا الحوثية ارتفاع سعر مادة الديزل في ظلي سلطة الميليشيا أحد أبرز أسباب عزوف المزارعين عن زراعة المحاصيل إلى جانب الجبايات التي تفرض عليهم بدون وجه حق وهربا من ارتفاع الديزل لجأ المزارعون في مديرية الحدى بمحافظة ذمار إلى شراء منظومات الطاقة الشمسية علىها تخفف عنهم أعباء وتكاليف الري ليفاجأوا بقدوم الميليشيا إليهم وفرضها عليهم مبالغ تتراوح بين 60 و 80 ألف ريال أسمتها ضرائب استهلاك أشعة الشمس ومن يرفض الدفع مصيره السجن والملاحقة والمضايق المستمر معاناة أخرى وهي تراخص حفر الآبار التي فرضتها الميليشيا وتبلغ قيمة ترخيص على أقل تقدير وفقا للمواطنين أربعة ملايين ريال لا يتم السماح بحفر البئر دون دفعها محاصل جبايات الميليشيا ينتشرون بشكل مخيف داخل القرى والأسواق المركزية والفرعية حيث أصبح من الصعب على المزارع تجاوزهم بأي طريقة كانت الفلاحون في محافظتي إبو الضالعة بدورهم تكبدوا خسائر كبيرة جراء ارتفاع سعر مادة الديزل وكذا الأسمداء والمبيدات التي تتضاعف أسعارها بشكل جنوني عائدات ما يزرعه فلاح المناطق الخصبة في محافظتي إبو الضالعة لم تعد تغطي نفقات تكاليف الزراعة من ري وتسميد وعمل يد لتأتي جبايات الميليشيا وتزيد الطين بالله مضطر المزارعين إلى الاستغناء عن الأياد العاملة المدفوعة والاستعانة بالأهالي بمن فيهم النساء والأطفال الشركات الزراعية الوسيطة هي الأخرى أنشأها الحوثيون كوسيلة ضمن وسائل استهدافهم للمزارعين حيث تجبرهم على بيع محاصلهم الزراعية لها وخصوصا الفواكه بالثمان زهيد لتوزعه على الأسواق بأسعار مرتفعة جدا جانية المليارات من عرق وكدح الفلاحين